موسيقى مسألة الأولى اللي هو رح يشاركنا فيها أي أنا محمد وأحمد زيدان كل واحد طلب معيك يلا نبدو نعمل في كيمته 150 جول اللي رفع حجر كتلته M تساوي 5 جرام إلى ارتفاع أطش من سطح الأرض باعتبار التساوي جازبي الأرضي G تساوي 10 متر في السنة ونقص سنين المطلوب حساب الطاقة الكامنية الثقالية للحجر يلا آية أنسي أول شيء منحط القانون قانون الطاقة الكامنية الثقالية منحط EB ويساوي M ب G قبل ما نضع القانون أولا خلينا نطالع المعطيات من المسألة M تساوي 50 كيلوغرام تمام الجول تساوي 150 العمل هذا العمل عطينا 150 جول إذا نقل نفذ العملا قيمته إذا نعوني العمل بذل 150 جول جول يعني الجازبي يعني MBG تساوي 10 تماما إذا المعطيات اللي هي العمل تساوي إحنا نمزلنا للعمل W تساوي 150 جول والكتلة 5 كيلوغرام والجازبي هي 10 بمتر ساوي ناقص 2 طيب فضل يا صديقتي سمينا الطلب الأول اللي هو الطاقة الكاملة نستقليه أنت منحط القانون نعم اللي هو EB ويساوي MBG BH MBG BH تمام حلو كلامي عوضينا نعوض EB ويساوي W هي MBG نفس هي W نحطها نحط يساوي 150 كيلوغرام نتقلت هون W اللي هي نفس M NC يا عزيزتي إحنا هون هدى عنا عمل نبحنا يكون أنه في عنا العمل يرمز له بالW وفي عنا الثقل أيضا يرمز له بالW العمل يقاس في الجود والثقل يقاس في نيوتون نعم أنسي تمام نعم يلا من عوض نحط 150 يساوي 5 ضرب 10 ضرب 8 ضرب هيتطبعنا نحن نهوني أنا بدي حسب الطاقة الكاملة استقالي أنت عوض 150 مكان مين كان AB AB فمعناته نحن أنا بدي الطاقة الكاملة نحن نقول يا عزيزة أن الطاقة الكاملة بتساوي العمل لو لا الطاقة الكاملة ما كان في عمل لو لا العمل ما كان في الطاقة الكاملة تمام نعم نعم تعال انسي. اذا اذا اي بي تساوي ايش قيمة العمل? منعود قيمة العمل. منعود وانسي. مية وخمسين. مية وخمسين جول. شكرا لك يا عزيزتي. طبع شكرا لما مشاركتك. وكانت يعني انه فيها دقة يعني انه وبنا ننتبه لهاي حتى لو انه خربطنا شوي ما في مشكلة. حتى ننتبه نحن كلياتنا. كلياتنا ننتبه واشو الفرق بين. عندي اياها دبليو. اللي هي لما دبليو. هي للعمل وفي عندنا الاستقل. ولكن الاستقل تقاس في النيوترون. والعمل يقاس في الجول. بدي انتبه له هاي. الطاقة الكامنة تساوي العمل. في حال ذكرني ان الطاقة الكامنة. اه ذكرني العمل في المسألة متل ما ذكرنا هلقين. وما ذكرني الطاقة الكامنة. وبدأ يحسب انا الارتفاع اللي هلق رح يحسب لنا اياه احمد زيدان. افضل احمد زيدان. ياسي بس ما كملت. ايش بدي يصير ازا هيك صار. هيك هاته الطلب الاول هي حسابه. ايه تماما انسي. احمد زيدان تي معنا? ايه انسي معيك. جاهز? انسي بصراحة. انسي بصراحة انا درت هذا يعني ما حضرته كامل معكم. بس انسي بحاول له حلة يعني. يلا طيب. انسي بساعدنا شي كلا. فتكتبنا. انه بدنا نحسب احنا الارتفاع. طيب احنا في هنا قوانين. احنا في هنا قوانين. وهي قانون الطاقة الحركية. وقانون طاق الكلي. قانون طاقة الكاملة التقلي. انه قانون راح نختار. قانون الطاقة الكاملة التقلي. تمام. نختار. اللي هو اكوز نياه. اي بي. وتساوي اه واي اه. وتساوي M G B H إذن A B تساوي فينا أنا أختار أنه جزء الأول ما فينا أنا يكتب أحمد A B تساوي Y B H وساوي M B G B H طبعا نحن ذكرناكم أنه فينا أنا أحسب الطاقة الكاملة السقلية من خلال عند القانونين للطاقة الكاملة السقلية تمام؟ عند قانونين للطاقة الكاملة السقلية القانون الأول اللي هو E B تساوي W W B H W اللي هي السقل في حالة أعطاني السقل ما أعطاني الكتلة ولا أعطاني الجاذبية فأنا هنا بحسب الطاقة الكاملة من خلال السقل والارتفاع والقانون الثاني إذن ما أعطينا شدة السقل فأعطينا الكتلة وعطينا الجاذبية فبقدر أنا أحسب الطاقة الكاملة من قانون E B تساوي M B G B H تمام؟ شو أمان تخبطين أعطون؟ أمان تي يلا أنا أقمنا نعوض E B قد قيمتها أنسيم مجهول Y حسب ما يا صديقي E B 150 جول 150 جول تمام والكتلة قد قيمتها 5 كيلو جرام 50 كيلو جرام تمام وجاذبي 10 متر بالثاني للتربيع 10 متر بالثاني تمام والارتفاع أنسي مجهول إحنا بنا نحسبه أوه حلو يلا حسبنا يعني أنسي نكتب 150 أول لأن إحنا بدنا المجهول يكون في الأول أتش تساوي 105 يضرب 10 هذا أين بدي يكون؟ هذا من إيش؟ من أمثال مين؟ أمثال مجهول أنسي تماما أمثال مجهول فما عدنا إحنا لما بننقله للطرف الثاني وين بدي يصير؟ أنسي أمثال مجهول من مقام لأن أمثال مجهول إحنا هنا ما فيه هنا لا طريح ولا جمع ما فيه هنا أنا أقول وغير إشارته في جداء الطرفين بالوسطين؟ لا هنا ما فيه هنا طرفين بالوسطين شوف يا صديقي عنده 150 دساوي عشرة ضرب خمسة خمسين خمسين ضرب أتش أنسي خمسين أتش تمام خمسين أتش إذن هون يصير عنده طرف التاني خمسين أتش أنا بدي أحسب أتش أمثال أتش اللي هي شقد؟ خمسين 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 على مية وخمسين مية وخمسين على خمسين تمام إذن قد يسويك صفر مع صفر بيروحه وشقد بيضل عندك خمستاش على خمسة خمسة خمستاش تقسم ثلاثة 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 نعم شكرا لك يا صديقي إحمد ثلاثة